كتاب الله للأرواح نور تلال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اشتركوا الوصفة نتعنها اليوم تعتجين زيتون بالخضر وكذلك كسرة تبعوا معي الوصفة أولا نبدأ الزيتون نستخدم البصل في الدجاج مرحي ونستخدمه كذلك في التقليانية الزيتون الزيتون في الماء سخون الزيتون في الماء سخون ونزيد ثلاث مرات وكلما نضعه نضعه خمس دقائق نضع خمس دقائق ونضعه ونضعه يوم نضعه احكمت قصيت الدجاج مرحي ونحيط العسلوجه لدخل في الصدر ونحيط العسلوجة والحرق الربوات يجبك تنحيه يبقى حاكم من الشفر ونحيط هذا يجبك تنحيه هذا الخيط البيض الذي يأتي في السدر او في الفخد او لا يجب ان يتنحق هذا هو اللي يجعل الروبوت اكيد تحرق مالا حبيباتي نحيته كي معك وكملت بهذا برق والله بالميكسر كي معركوا نشوفوا بس كي ما عنديش كونتية كبيرة مع الكمية البصل اللي خليتها زيت كملت ارحيت معها الجج هذا كيالبنات ودوك الروح اللي هنا نكمله ونقليه ونقليه ولمال الزيتون انتعنا كي معناكم تشوفوا حتى يعني تقليه مليح ودسدبالي البصلة هذي كنمرقوا بالماء سخون يا البنات نمرق بالماء سخون باش ما تقرزليش هذيك الباطاطاة والاخر واممطان تسرعي في الطهين ويزربي طيب له له وهاكا كي معناكم تشوفوا حبيباتي اللي احنا دوك نقفل على كوكوتن تاعي ونروح نعطي لكم كيفاش ندير للزيتون يعني نعطي لكم كيفاش نحطوه ابي بري لعنق يا البنات انا كنت نغليه ميكي قريت في هاد الايام الاخيرة هذي قلك تغلي الزيتون بزيفر حتروح الفائدة الغدائيا نحطوه في الماء كي ما شفتوه هكا مدة خمس دقائق ونبدل الماء ثلاث مرات نحطوه خمس دقائق ونزيد نحط خمس دقائق ونبدل وخلاص وليهنا حبيباتي حكمت انا معندي شابلوغ حكمت خبز كونجولي حكمت رابيت او رابيت شوية منو حطيت شوية ملح شوية فلفل اسود لماذا ام كاذب التغليق نحطت مع دقائق و همن اخمس دقائق وذيب التغليق ثلاث ملح شابلوغ جود ملحار سود ملحار تغليق مشاكل التغليق لتجذب الزيتان باستطيع كميت الشابلوغ يجف البنات الماء لا تكتر كمية الشابلوغ لاذا لا تكترت كمية شابلوغ قريبت الماء لكي حسنا الزيتون زيتون الزيتون الزيتون يجب أن نقفل عليهم يجب أن نضيف الدجاج يجب أن نضيف الدجاج نضيف الدجاج نضيف الدجاج ثم نضيف الدجاج نضيف الدجاج نضيف الدجاج نضيف الدجاج التجمع تزيز خاصة كسره رخصيس انتاعي بطريقة جيد جيد مبساطة و ليس حال ما تصلح لك من اول مرة كان بزاف ناس يقول لك الكسره رخصيس انتاعي راي تتكسر لي فتاجين راي تتقسم لي فتاجين ولا تجيها يابسة ولا دوك شوفوا تبعوا ليس انجريديو هادولي راح المدهم لكم بربي ان شاء الله راح أجيكم املحة اشتركوا في القناة اكتبوا في قناة كسره رخصيس ناني قجورت اخرج لكم نضيف الكيلات نضيف 3 كيلات امتاع دقيق مغرفة صغيرة تعمل حف كل كيلة امتاع دقيق بما ان الدقيق امتاعنا شوية عدم مليح زدنا نصف كيلة فارينة 3 كيلات دقيق نصف كيلة فارينة حطيت ملعقة كبيرة امتاع سكر و ملعقة كبيرة امتاع خميرة ملعقة كبيرة خميرة ملعقة كبيرة سكر و في كل خبيزة حطيت شوية ملح حكا بشتملحها ملعقة كبيرة لا تأكد ان تكون ملعقة كبيرة امتاع ملعقة كبيرة امتاع كبيرة ملعقة بالتكبيرة امتاع سكرت لا يتأكد امتاع فارينة امتاع زيت 250 ملعقة امتاع ملعقة لايم بالماء دافية شاهدوا التريق لا تقوم بكثير لا تقوم بكثير لايمها يسعر لايمها تدخل منها تدخلها لايمها تطلع مجردها لايمها لايمها لايمة كمهجة سوف اضافة كثيرها اضافة و اضيفها و اضافة اضافة اتركها اضافة اضافة اشتري اتركها اضافة سوف نبدأ نطيب معكم كما راكم تشوفو انا جوني اربع خبزات الكنتسيتي هذي كلي شفتوها والتاجين هادا تعيد لي دي ما نطيب فيه معاكم دي جاكو تعرفوه ولي راوم داير حالة انا تعيه هادا نقول كده عندو عندو بلك اربع سنوات اربع سنين بصحية البنات شوفو منحوكو بالخزم موالو لازم بالبونجابرك بش يبقى جديد وما يتخبش لكش ومديرته مخصص غالي الكسرع ويقول لك تقدرين ديت شوي فيه اللحوم ويقول لك تقدرين ديت شوي فيه اللحوم ديري فيه وش تحبيه بسحنا ما خلطاش خليته غير هكا لنطيب فيه الكسرع وكل شي هذا ما كان فالا حبيباتي اللي انا كما راكم تشوفو كورت الكسرع التاعي ودرك نبدأ نفتحها معاكم وبنطيب حبيباتي انا قلت لكم بديت طيبت اللولة اللي بدرتها اللولة هذيك اخطمناها للكسرع الرخصيص صراكي ما تخليهاش تطلع اي ما تطلعش هي البنات تكسرع الرخصيص بش تجيك هكا تتقروش وكل شي و تجيك زيل قعطو يا البنات ما لازمش تخليها تطلع لو كانت تخليها تطلع تولي لك اسميها اللي تخليها تطلع ما لازمش تخليها تطلع بش تجيك مليحة و تجيك تتقروش هذه يا حبيباتي هنبدأ ندير معاكم و كي معاكم تشوفوا ثاني كينا حاجة ما لازمش تبالغو في العجين تاحا كيها ما تتعجنش هي جوز تدخريها في بعضها شوية برك و خلاص بش تنحي تشققات هذو كو سايبون وهذه هي يا البنات و اللي انا ننصحك حتى نشوفي الوجه التحتاني بدا يحمر لك بش تقلبيها لا تقلبيها مباشرة لانا يا البنات انا كي ما نزوج تاعي ما يحبش الكسرة تكون طيبة بزاف سيبو غسام نحوشيها شمينتية تقدري تحوشيها لأحرف انتاعك وهذه هي انا رح اكمل كل كمية انتاعي و نعطيلكم النتيجة ظالا يا البنات هذي الغزلة انتاعي وهذي كسرة الخسيس تاعي والله يا البنات زجت زيل قاطو مالك غي كانت شوفوا دقيق اللي درت بيه مش غير عوالي تقولو صافي المشكلة هم وشوف الدقيق المشكلة هاي في تاريقة استخداموا و لا رح سات انتاع كيفاش تديريها هاكوا قاعدين تشوفوا يا البنات الكسرة احداكم جات تهبل تهبل وخفيفة و روعة يعني شاهدكم في الجنة حبيباتي هذا كان عشان انتع نهار اليوم نتمنى اعجبكم واستفدتوا ولو كان بالقليل كي ما نقولوها وهذه يا حبيباتي مرقة الخير ان شاء الله في فيديو اخر مع سلامة مال هنا ما تنساوش اللي مش مبوني يا حبيباتي تابوني في القناة لي تشجيع و تخلي لي بتيت كومنتر و دي حبيباتي شكرا على المتابعة و نتمنى ان شاء الله كانت فرجقت ممتحة ما سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة